دي كاس الأم الأفريقية من مشاكل اللي بتحصل والاختيارات والتصريحات وتضرب المواعيد اللي بنسمعه وانتخابات تحاد كورة وكذا وكذا جدد علي معلول للنادي الأهلي انا اعتقد ان علي مخدش حقه الحقيقة في قد ان العلي ده بيحب النادي الأهلي بشكل كبير جدا ده حقيقة يعني كابت ان علي معلول من انا اتوقع ان هو اصلا هو فعليا دلوقتي بقى من اساطير اللاعبين المحترفين في النادي الأهلي كابتن علي معلول لعب معلول اهلي 180 مباراة يعني منهم يعني فوق ال 51 أسست وده رقم مش قليل يا جماعة يعني كابتن قبل كده فلابيو او جيل بيرتو نفس المركز بقى مش هتكلم عن المحترفين نفس المركز كبك شمال يعني بتكلم عن 48 أسست في 220 مباراة لكن علي معلول 180 مباراة فبالتالي نسبة او معدل مشتهمة علي معلول افضل بكتير وبالتالي احنا قدام لعب يعني لو كان بالمستوى ده رقم ان شاء الله 2024 هيكون يعني فعلا من أساطير نادي الأهلي ككل وطبعا من الأساطير بالنسبة للعب المحترفة هو لعب مهم جدا لاعب أتمنى بس ان احنا خصوصنا بعد التحليل اللاعب التحليل الطب اللي هو بتاع دي اي بتاع كل لعبة الأهلي ده عشان ندرس اللاعب بشكل علمي حقيقي فدايما هو طبعا الاصابة يعني بتاع ربنا بس فيه علم فيه اسباب فناخد احنا بالاسباب لان احنا دايما عندنا ظاهرة انه علم علول دايما كل اسف كل شروعي بنفتقده اللي هو اصابات متكررة خلال الموسم بتلاقي مثلا شهر غياب شهرين واحيان ثلاثة انا اعتقد ان ده من ضغط المتشات اكتر ما هو دي الفكرة بق ان هو ليه احنا ليه احنا بنسيبه لغاية ما يكون فيه خصوصناهم الصغير يعني مشو الله اتنين وتتين سنة دلوقتي بالتالي انا وجد النظر الشخصية ان احنا لازم يكون فيه مندورة كبيرة جدا في المركز ذا بالذات يعني ثلاثة ربعة متشات وحط البديل ثلاثة ربعة متشات وحط البديل عشان ما نفتقدوش فترات طويلة ولحفظ عليه قدر الامكان عالي من رأيي علي من رأيي بيجسد مكولة مهمة جدا ان مش شرط تكول ان تكون طالع من نادي الاهلي عشان تكون انت ابن النادي علانة فاكر تفاصيل لما جيه في 2016 لنادي الاهلي فاكر تمسك علي نويجي بالنادي الاهلي كان وكيل علي معلول سح Lehine صديقي علي كان متمسك جدا نويجي النادي الاهلي تجديد علي معلول شيء كبير مش على مستوع الفني بس لا انا كوش ان علي معلول فنيا مستوى فارق جدا مع النادي الاهلي يمكن من رأيي انا افضل بك شنال موجود في مصر وفي أفريقيا ولكن تجديد العالي معلول هو أنك بتجدد للاعب شخصية قوية لعب هيضيف ليك داخل غرفة خلع الملابس والحقيقة من الموضوع لو خدنا من زاوية أوسع شوية الأهل مميز جدا جدا في آخر موسمين في حد تجديد لعبة وقوام الفريق تأمين اللعبين دي بصراحة الأهل يتفوق فيها بشكل كبير جدا جدا عن باقي الأندية رغم أزمة الأزمة الملاية اللي بعيشها الأندية في ظل الكورونا كل اللعبة بتاع النادي الأهلي باستثناء وليد سليمان أقرب لعب هيخلص في صيف 2023 يعني كمان موسمين علي معلول محمد الشناوي أليو ديانج في خطة كده ماشي عليها مجلس دارة النادي الأهلي وأمير توفيق مميزة جدا نجحت أن هي تأمين لعبة النادي الأهلي المهمين بل ممكن نقول للسكواد كله لفترة طويلة في لعبة عقدها يخلص في 2026 ودي نقطة مهمة جدا جدا نجاح النادي الأهلي في ظل أن في أزمة مالية كل الأندية في مصر بتعيشها حقيقة برافو مجلس دارة النادي الأهلي وبرافو أمير توفيق على التخطيط الجيد للموضوع دوت دي القود اللاعبين طبعا اللي بتنتهي في 2023 رمي ربيعة حسين الشحات ياسر إبراهيم ولي عيشو 23 مثلا محمد محمود واحمد عبدالقادر وعمار حمدي رمي ربيعة حسين الشحات ياسر إبراهيم في 23 بردو وعلي معلول وآيمن أشرف وبدربانهم في 2024 وعمر السلية ومحمد مدي أفشا ومحمود كهربا في 24 علي لطفي ومصطفى شبير ومحمود متولي وبرستيو في 24 25 الشناوي أكرم توفيق وصلاح محسن كل النجوم الفريق يا كابتن مؤمنين بشكل جيد جدا جدا في ظل إن كل الأدية في مصر بتعاني من النقطة دي ميكي سوني وطاهر في 25 في لعبة في 26 بردو 26 أليو ديانج اللي هو بالنسبة لي أحد أهم المواهب الموجودة الأفريقية في الدور المصري وحمدي فاتحي وكريم فؤاد وحسام حسن طيب ده من 2023 أو من 22 لغاية 26 بس ناوالي سليمان هو اللي هينتهي عقده في الصيف الجاي غير كده كل لعبة النادي الأهلي مؤمنة بشكل جيد جدا ودي خطوة مهمة قوي من مجلس دارة النادي الأهلي وأميرت